ما يعلم هذا الشاب مصيره حتى اليوم والسبب عضة كلب مسعور تعرض لها ليلة أمس حالة هي ليست الأولى في حي التحرير بالموصل وقد لا تكون الأخيرة فقد باتت هجمات الكلاب السائبة والمسعورة على الأطفال وكبار السنة تشكل هاجس خطر عند سكان المدينة أنا جاي من غادي وشفتين الأطفال عاي يلعبون وجاء لحقهم وأنا أختي وياهم يعني وجيت دمسكوه وعضني اللي وما قدرت له بعد ما عضني أذهمينه خمسة ستة ورحنا نسويه على المستشفى ثلاثة حضرة جوال فرضه كلب واحد على الحي وحالات أخرى قد تكون أكثر شدة من هذه الحالة طفل توفي وشاب تهشم وجهه وحالات يصل عددها إلى العشراريا هذا ما تسجله الموصل بسبب توحش الكلاب السائبة وارتفاع أعدادها إحنا حاليا بالوقت الراهن هذا إحنا عايشين بمنع تجوال أصلي يعني منع تجوال أنه ولدنا بعد ما حد يقدر يفتح باب حوش كانوا يشطون من الأسطح يعبرون ليش؟ لأنه كلاب سائبة وهذه الكلاب عد أذي أطفالنا يعني إحنا بعد ما نقدر نروح للشغل هذا وتكثر الهجمات في الأحياء الواقعة ضمن أطراف المدينة ويعاني سكانها من الخروج أثناء ساعات الصباح وفي المساء أيضا فيما تستعد المستشفى البيطري في الموصل لحملة كبيرة من أجل القضاء عليها أنا سأل منطقة تقريباً شوفوا فيها حضرة الجوال ما نقدر نطلع حتى يكون ناس اللي ما عنده سيارة تقدموا طال شايله شومي مثل ما أدع نقول بالعامية رابط علي إذا يروح يسويك شيء وهذا الكلب المسعور يعني أميناكو كلاب سائبة ويكلها عضاها فتشرت الحالة وأي جهة رسمية ما جد ولا راجعاً ولا حسال أكثر من خمسين حالة سجلت على الأقل خلال شهر واحد وبعضها كانت شديدة جداً فيما يترقب الناس انطلاق حملات مكافحة هذه الكلاب للخلاص من الخطر الذي باتت تشكله وما يزيد المشكلة تعقيداً في البحث عن هذه الكلاب السائبة أنها تتخذ المنازل المهجورة والأبنية المتركة بسبب الحرب مساكن لها وهذا ما سيعقد الأمر وسيجعل مسألة إيجادها أكثر صعوبة من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير